واشنطن دفعت بالمزيد من جنود المشات البحرية الأمريكية والسفن الحربية من أجل مواجهة الهجوم الإيراني القادم على إسرائيل هذه التفاصيل أصبحت واضحة مما نشر اليوم من قبل الواشنطن بوست الأمريكية ويدعوت أحرانوت وهذه المصادر تحدثت بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن دفعت بأكثر من أربعة آلاف عنصر من عناصر المارينز تحديدا المشات البحرية الأمريكية وكذلك البحارة وانتشروا في الشرق الأوسط الآن بالإضافة إلى 12 سفينة حربية أيضا انتشرت في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمن هذه السفن الحربية التي ذكرت هي مجموعة واصب هذه هي USS Wasp الموجودة في البحر المتوسط ومعها ويرافقها أربعة سفن حربية أو ثلاثة سفن حربية وبالتالي هي مجموعة من أربعة سفن وبالإضافة إلى USS Mount Whitney الأمريكية كذلك وجاءت الأوامر لـ USS Wasp مؤخرا بأن تتجه مباشرة إلى السواحل اللبنانية وفعلا التسجيلات القادمة من منش أوسنت أوضحت بأن هذه السفينة فعلا قد تحركت وعبرت جزيرة كريت بعد أن كانت موجودة هنا باتجاه اليونان ها هي تحركت وعبرت هذه الجزيرة والآن هي تقترب بشكل مكثف وبشكل كبير باتجاه لبنان وكذلك إسرائيل في ظل تصعيد توترات الكبيرة الجارية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وأساسا مجموعة واصب عندما دخلت للبحر المتوسط وتحديدا شرق البحر المتوسط تم الحديث وتثبيت حقيقة بأن هناك على متن هذه السفينة 2500 عنصر من مشات البحرية الأمريكية قوات الماريز لكن ها هي المصادر تتحدث عن أكثر من 4000 عنصر من مشات البحرية والبحارة قد انتشروا في منطقة الشرق الأوسط مما يوضح أن الأمور هذه المرة مختلفة تماما كذلك أن من السفنة الحربية التي انتشرت في منطقة الشرق الأوسط هي USS Theodore Roosevelt التي هي من المفترض بحسب الـ MT Anderson وما أكده ووضحه في الأيام القليلة الماضية هذه السفينة المهمة للغاية كانت في الخليج العربي ومنتشرة باتجاه إيران ولكن أحدى الطائرات المهمة للغاية التي تتعامل مع هذه السفينة تحديدا وهي C2 Greyhound ظهرت اليوم بتسجيلات الفلايت ريدار 24 وهي تحلق باتجاه خليج عمان هنا كما تلاحظون وهذا يوضح أن هذه الطائرة أو أن حاملة الطائرات تحديدا قد خرجت من الخليج العربي وقد دخلت إلى خليج عمان ومنش أوسنت مرة أخرى هو الذي أوضح بأن فعلا حاملة الطائرات الأمريكية USS Theodore Roosevelt قد خرجت من منطقة الخليج العربي وها هي أصبحت هنا في ظل حراك الطائرات المرتبطة بها والمرتبطة بالقواعد الأمريكية الموجودة هنا في الخليج العربي وبالتالي هناك تغيير للقطع في المنطقة بشكل عام هذه المصادر وتحديدا الواشنطن بوست أكدت أن السفن الحربية الآن منتشرة تقريبا في كل مكان هي موجودة في البحر المتوسط وكذلك هي موجودة كذلك في البحر الأحمر وخليج عدن وأيضا موجودة أيضا على مستوى الخليج العربي وحتى على مستوى البحر العربي هي منتشرة تقريبا في أغلب هذه المناطق وها هي حاملة الطائرات الأمريكية فيودور روزيفيلد تخرج من هذه المنطقة بحسب هذه التسجيلات ووصلت تقريبا إلى البحر العربي وواضح أن هذه السفينة واحدة من مهامها بأن يجب عليها أن تصل إلى البحر الأحمر لأن هذه هي أساس المنطقة التي يجب أن تعمل بها ولكن ها هي تتحرك في توقيتات حساسة للغاية وتفرض سيطرة واضحة على من؟ على طرفين بدأت تفرض سيطرة على إيران وتفرض سيطرة كذلك على جماعة الحوثي في ظل أن جماعة الحوثي من الممكن أن تنفذ هجوما ليس بالسهل أبدا على الجانب الإسرائيلي لم تنتقم لما جرى في الحديدة وكذلك ما جرى أيضا لإغتيال إسماعيل هنية وهذا الانتشار الكبير الذي نراه هنا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عدا ما هو موجود طبعا من البريطانيين وغيرهم هي تزيد من القدرة الهجومية وكذلك من القدرة الدفاعية ومشات البحرية الأمريكية ووجودهم هنا في هذه المنطقة وعلى متن هذه السفن باتجاه إسرائيل وباتجاه حزب الله اللبناني تحديدا لها معاني كبيرة إذا ما أصبحت إسرائيل في موقف صعب من هجمات مرتقبة من قبل إيران حيث إن هذا الانتشار والإنذار الكبير الذي دخلت به المنطقة جاء بعد تأكيدات نشرتها بأن المرشد الأعلى الإيراني كان قد اتخذ قرارا صريحا ومباشرا بأنه سيقوم بالرد وبالهجوم المباشر على إسرائيل وبأن هذا الهجوم سيكون أكبر من الهجوم السابق الذي شهدناه في أبريل من عملية الوعدة الصادق على إسرائيل وبأن هناك مشاركة من الفصائل العراقية والفصائل السورية وحزب الله اللبناني وكذلك جماعة الحوثي كل هذه الأطراف ستهاجم إسرائيل وذلك للانتقام لعملية الاختيال الأخيرة التي شهدناها في الداخل الإيراني التي جاءت باتجاه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المشكلة هنا بأن أوبن سورس إنتل وعدد من المصادر الأخرى نشرت بأن إسرائيل أرسلت رسالة عبر قنوات دبلوماسية غير مباشرة لإيران بأن يا إيران إن قمت بهذا الهجوم وحاولت الضغط على إسرائيل فنحن مستعدون للدخول بحرب شاملة ومباشرة معك ولا مشكلة لدينا بالدخول بهذه الحرب وهذه تعني بمعنى آخر لإيران بأن المفاعلات النووية الخاصة بها ممكن جدا أن تكون تحت النار وتحت الخطر وممكن لإسرائيل أن تجد السبب الكامل لاستهداف هذه المفاعلات النووية وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف لمساعدتها وتدمير هذه المفاعلات بالتالي هذا أمر خطر للغاية على الجانب الإيراني لكن المشكلة أن إيران مضطرة للقيام بهذا الهجوم لأن اسماعيل هنية كان ضيفا على إيران وكان محميا بشكل كبير وهو يمثل حركة حماس والقضية الفرسطينية التي تنظر لها إيران بأهمية بارغة للغاية وقتل على الأرض الإيرانية بالتالي هي مسألة نوع من الإذلال من قبل إسرائيل لإيران وإيران لا تريد أن تشعر بهذا الشكل وتريد أن تبقي على صورتها القوية والرد أيضا لتظهر بأنها هي المدافعة عن القضية الفلسطينية بالدرجة الأساس من خلال تنفيذ هذا الهجوم خاصة أن ما جرى لإسماعيل هنية أيضا من درجة أو بشكل آخر أو من جهة أخرى هو نوعا ما محرج للجانب الإيراني حيث أن إيران حتى هذه اللحظة لم تكشف خفايا ما جرى هي غير قادرة على تفسير ما الذي جرى لهذا الرجل وقالت بواحدة من التفسيرات والتحقيقات الأولية بأن كان الهجوم من مقذوف من الجو وتمت الإشارة إلى طائرة مسيرة هي التي استهدفت هذا الرجل ونشر صورة الموقع الذي استهدف فيه إسماعيل هنية هذا هو الموقع الذي استهدف فيه وتلاحظ هنا بأن هذه هي الغرفة المستهدفة من قبل الموسادة الإسرائيلي كما هو واضح تلاحظ بأن إن كان هناك صاروخا كما تتحدث إيران فأن هذا الصاروخ دخل من هذا الشباك على سبيل المثال واستهدف إسماعيل هنية في غرفته وتلاحظ هنا الشبابيك مدمرة كما نلاحظ وبالتالي كان هناك اختراقا خطيرا وأدى إلى كل هذا الدمار في نهاية المطاف بإشارة أخرى إلى أن العملية تشبه ما جرى لأيمن الظواهري في عام 2022 من عملية قادتها وكالة الاستخبارات الأمريكية في كابل والتي جاءت بطائرة مسيرة وضربت غرفته بنفس الطريقة وأبقت المبنى على ما يرام مثل المبنى هنا الذي نراه طبعا من عملية الاختيال لإسماعيل هنية ولكن النيويورك تايمز فجرت مفاجأة كبيرة للغاية وأوضحت أن المسألة لم تأتي بصاروخ موجه ولم تأتي من طائرة مسيرة لا أبدا بل كانت العملية بعبوة الناسفة وهذا ما ذكرته النيويورك تايمز اختيل إسماعيل هنية بعبوة الناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريبا في دار الضيافة وإذا ما ألقينا النظر على هذا المبنى مرة أخرى ستلاحظ فعلا أن الحطام هنا كثير كما نلاحظ هناك كثير من الحطام الموجود في هذه النقطة الخارج أو الظاهر أو الذي جاء من الغرفة وهذا يوضح أن انفجارا داخليا هو الذي تسبب بهذا الحطام في نهاية المطاف وهذا يؤكد فنيا هذه المعلومة التي نشرت من النيويورك تايمز وكذلك إذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع بشكل عام من شكل المبنى من الستركتشر الخاص بهذا المبنى تلاحظ أن هناك الكثير من العلامات المميزة لهذا المبنى كمان نلاحظ الكثير من التفاصيل التي ستميز المبنى وليس هناك أي مبنى بجانب المبنى المستهدف طبعا وبالتالي نحاول الذهاب الآن بسرعة إلى القمر الصناعي إلى منطقة سعد آباد هذه المنطقة المحمية من قبل الحرص الثوري الإيراني وهي خاصة بالضيوف الفي آي بي وإسماعيل هنية كان موجودا في هذا المبنى طبعا الصورة تتطابق مع هذا المبنى تماما هذا هو المبنى نتجه إلى اليسار قليلا وستلاحظ أن كل شيء يتطابق مع الصورة التي رأيناها التي نشرت من قبل الجانب الإيراني هذا هو بالضبط المبنى الظاهر أمامنا كلها نفس العلامات كل شيء متطابق مما رأيناه قبل قليل وبالتالي هذا يوضح أن الغرفة التي كان متواجدا فيها إسماعيل هنية هنا والشبابيك التي دمرت أيضا كانت هنا في هذه المنطقة وهذا يوضح مسألة مهمة كما تحدثنا المنطقة تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني وتحت حمايته وهذا يوضح أن الحرس الثوري الإيراني في حقيقة الأمر الخلل في الحرس الثوري أكثر من أي طرف آخر هو يوضح أن الحرس الثوري أن هناك عناصر من الحرس الثوري يعملون مع الموساد الإسرائيلي هم الذين قاموا بزرع هذه العبوة التي كان يتواجد أو زرع العبوة في هذه الغرفة التي كان يتواجد فيها إسماعيل هنية إن كانوا هم يراقبونه وهو يأتي لهذه الغرفة من زياراته منذ نوفمبر العام الماضي حتى مارس حتى يونيو حتى وصلنا إلى يوليو ويبدو بأنها نفس الغرفة التي كان يتجه إليها أو إن فريقا قويا من الحرس الثوري الإيراني يعمل مع الموساد الإسرائيلي بسرية عالية للغاية هو الذي اقتاده لهذه الغرفة وفجروا هذه الغرفة في نهاية المطاف وقتل إسماعيل هنية بالطريقة التي رأيناها المثير بهذه المسألة ما ذكر بأن التفجير جاء عن بعد من قبل النيويورك تايمز وهذا يعني أنه كان هناك رصدا لهنية وهو يتواجد في الغرفة هل هو نام هل هو لا زال أليس في فراشه وهذه العملية من الممكن أن تتم في حقيقة الأمر عندما نتحدث عن الغرفة هنا الغرفة تقريبا كما تحدثنا وحددنا هذا الموقع من الممكن رصده ومراقبته من أي منطقة من هذه المرتفعات المفتوحة مثل هذا المبنى الأزرق من الممكن من هذه المباني التي نراها من الممكن أي عنصر من الموساد الإسرائيلي إن كان إيراني أو غيرها هو يراقب أيضا من أي منطقة أو أي كاميرا أو حتى طائرة مسيرة تأتي من المرتفعات فجأة وتقترب لتراقب هذه المنطقة وترى هل إسماعيل هنية دخل للغرفة أم لا وبعدها يعطون الأوامر للتفجير في نهاية المطاف كذلك أيضا أن هناك نقطة أخرى إلى شمال غرب هذا المبنى لنتجه قليلا وبعيدا ونعود إلى النقطة سترى بأن هناك نقطة يتواجد فيها الكثير من الناس مطلة على هذا المبنى هذه المنطقة تحديدا التي نراها وهنا المبنى الذي نتحدث عنه الذي استهدف فيه إسماعيل هني وهناك صورة من القمر الصناعي تركز على هذا المبنى تحديدا لاحظ من هذا الموقع موجود على الجوجل أيرث ببساطة أي شخص ممكن أن يأخذ هذا الموقع وأن يقف هنا وسيرى بأن هناك صورة ملتقطة لهذا المبنى ولاحظ الصورة بمجرد ما نهبط على الأرض ونلقي نظرة عليها ستلاحظ أن المبنى تم التركيز عليه من طبيعة هذه الصورة الفرية المرفوعة طبعا على الإنترنت وبالتالي من الممكن رؤية هذا المبنى ومن الذي يجري معه ونقترب منه لاحظ أن تستطيع فعلا رؤية بعض الأجزاء من هذا الشباك الذي للغرفة التي كان يتواجد فيها إسماعيل هنية وهذه هي الشبابيك الجانبية وبالتالي من الممكن رصد الرجل من العديد من الزوايا أي شخص أو أي عنصر في الأرض يؤكد أنه أصبح موجودا في المبنى مراقبة المبنى وتفجيره في نهاية المطاف وهذا قد يعني ببساطة أن هناك فريقا كاملا كما تحدثنا في الحرصة الثورية الإيراني يعمل بشكل حرفي وعالي مع الموساد الإسرائيلي وهو الذي نفذ هذه العملية الأهم من كل ذلك كيف سترد إيران وهذا الأمر أيضا جاء مركز الروابط للدراسات والبحوثة الاستراتيجية لتحدث عن طبيعة الاستهداف الذي ستقوم به إيران باتجاه إسرائيل وذكر المركز الآتي ستعمل إيران على سياسة الردع الممتد الذي أقرب ما يكون إليه جبهة الجنوب اللبناني حيث مقاتلي حزب الله بعد مقتل فؤاد شكر ثم الردع القادم من الأراضي الإيرانية حيث الاغتيال المكاني لإسماعيل هنية بالتالي شيء قادم هجوم قادم من لبنان وهجوم قادم كذلك من إيران ولكن ذكر الآتي أيضا توجيه بقية الفصائل للقيام بعمليات تعرضية تستهدف الموانئ بشكل خاص لأنها تشكل القاعدة الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها إسرائيل وخاصة ميناء حيفا الذي يشكل منطقة رئيسية للمعدات الحربية الاستراتيجية وأيضا المركز ذكر أن من الممكن جدا أن تكون الموانئ الأخرى الموجودة في إسرائيل مثل ميناء أزدود أيضا من الممكن أن يستهدف وبالتالي استهداف الاقتصاد الإسرائيلي استهداف الموانئ أيضا عن المستوى العسكري والموانئ التي تتواجد فيها الغواصات النووية الإسرائيلية بالتالي هناك حسابات كبيرة للغاية توقعها مركز الروابط من طبيعة الهجوم القادم ولكن أيضا المركز أشار بأن المدنيين لن يكونوا هدفا في هذا الاستهداف وهذه مسألة لا بد من ذكرها وسنرى ما الذي سيحدث من الهجوم الإيراني المرتقب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة